اشتركوا في القناة والعرب يعني ينفر من توالي الأمثال فيهرب من توالي الأمثال إما بالحذس وإما بالإضغام مثل تا تا ذكرون فمن حذف أخفف تذكرون ومن أضغم أخفف تذكرون وقص عليها بقى تتظاهرون وتتساءلون وتتظاهر ويتقات البز كلها وهكذا واتقى للطلق ونرجع لنا إما النعمة إنه مكسورة والعين سكنة أصلا ومن مفتوحة هنتغمها في الميمة الأخرى التي بعدها فنسكنها فتبقى ميم مشددة والعين سكنة على أطلها تبقى نعمة وهذا ما جاء به صيغة بيه حلاء وهو الأصل شعبة وقالون وأبو عمر ومعهم أبو جحفر ثم صيغة بيه حلاء شعبة وقالون عمر هربوا من التقاء السكنين بالإيه؟ بالاختلاس عما عما إخفاء كسر العين والباقي كسر كحفص كسر العين تخلصه من التقاء السكنين على أصل التقاء السكنين كعن الله يفسح الله ياشع الله يهد الله يرد الله فتخلص من التقاء السكنين بالكسر هكذا حفصهم معا ابن عمر وحمس وكساء وخلاف كسروا العين تخلصهم من التقاء السكنين و فتحوا النون هرب من التقاء الكسرتين مثل من الله يعني ما الفرق بين عن الله ومن الله عن الله أصل التقاء السكنين بالكسر من الله لو تخلصنا بكسرة حيبقى فيه ثقل من الله كسر لها كسرة سقيلة وكسرة سقيرة يبقى إيه ثقل فهربنا من الثقل بالفتح مين الله لأن فيه كسرة فمجدش كسرة رأى ثقل هربنا من الثقل قلنا مين الله لكن عن الله أصل التقالي السكنين للكسر فهنا نيعي كسرة في النون وكسرة العين تخلصها من التقالي السكنين اللي هي العين السكنة أصلا والمين المشددة من سكنة من محرم فتخلصنا من التقالي السكنين بالكسر وكما شافها نعمر وحمز وكساء وخلاف فتح النون هرب باللتقاء الكسرتين هكذا ناعمة يبقى فيها 4 قراءات كما شفى ناعمة فتح النون هرب باللتقاء الكسرتين وكسر العين تخلص باللتقاء الساكنين والاسكان اللي صيغة بيحولة ومعامل أبو جعفر على الأصل نعمة والاختلاص ناعمة كالعوام اللي صيغة بيحولة شعب القلون والعمر والباقي كحفص ناعمة وحد يجيب الكسرتين دول وكل بيعمل اختلاص طيب ان تبدو الصدقات في ناعمة اذا ابداء الصدقة افضل من اخفاءها لانه مدح الله سبحانه اربع مرات اربع قراءات في ناعمة مدحا للابداء اذا ابداء الصدقة افضل لماذا لان ابداء الصدقة يحض الغير على الفعل طلع زكا يا محمد يا علي ما لم يخرج زكاة يتحرك ويتمحرر ويخرج الزكاة وهذه قضية الحض على الخير كفاعله رأيت الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدعو العتيم ولا يطعم لا ولا يحض السماعي طعام لكن معي احض لساني احض غيري على الفعل والحض على الخير كفاعله كل القرآن على هذا المعنى اخذوه فغلوه من رقبته ثم في سلسلة من رجله لماذا انه كان لهم الله العظيم ولا يطعم لا ولا يحض فالحضة على الخير كفاعل كلا لأ بالتكون من الigentين ولا resultعمون تحضون يحضون تحضون ويقول کرو لها الحض على الخير كفاعل اذن ل先بدأ الصدقة أفضل من الإخفاء لأنه يحض الغير على الفعل متى يكون الإخفاء أفضل من الإبداء عند ايتيان الفقير وذلك قال الله وإن تخفوها فوخيروا لكم لا وإن تخفوها وتقطوها الفقراء فهو خير لكم خير أولا معنا أخير وأفضل إذن إخفاء الصدقة أفضل عند أتاني الفقير لماذا؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالرياء لا لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والأذى على الفقير إذن قول معروف ومغفرة خير من صدقاتنا تبعها رياء لا تبعها أذى على الفقير يبقى ساعة تتاني الفقير إخفاء الصدقة أفضل ولا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا مبالغة في الكلام إذن إن تبطلوا صدقات فنعم هي أربع قراءات فمدح إبداء الصدقة لكن عند أتاني الفقير إخفاءها يكون أفضل ولا تعلم الشمال ما تنفق يمين هكذا وإن تخفوها وتقطوها للفقراء فهو خير لكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير